ترجمة نانسي قنقر الله اختارك يعني بيفهم شوي كم واحد بيعرف بأنه الله نائك وبتعرف بعض الأحيان أنا وأنت ممكن نجهد مشروع الله في حياتنا بسبب الفلسفة بسبب عدم الإيمان بسبب الغرور بسبب الأمور العالمية بسبب كل الأصص اللي ممكن تحاوت حياتنا اللي تسرق منا بالحقيقة اختيارات الله وقيادة الله لحياتنا لكن مريم استقبلت كلمة الله في وداعها وبتعرف في معظم الأحيان معظم خربطات مشاريع الله في حياتك تأتي من خلال بأنك أنت تقتحم إرادته بدل ما أنك تنتظر إرادته تعرف أشياء المذهش بالنسبة لقلي بأن الكتاب المقدس بقول أنه هيرودوس لما عرف أنه في ملك رح يولد ببيت لحم قال راح بعط وراء الفرسيين ليسألهم وين الملك رح يولد برأيكم بالكتب فاتشوا الكتب أثار الجماعة عاملين فرضهم ودارسين كتير منيح الفرسيين ومشان هيك قال تحقق أمتى ظهر النجم هيرودوس وقامت يعني بالنسبة لقاله كان قلق جداً ويا ما في ناس معني لما بتجي بتحكيهم عن يسوع بالنسبة لقاله بتجيب لهم قلق تعرف ليش؟ لأن يسوع بشكل خطورة على نوعية الحياة اللي أنا بعيش هو تعرف شيء مدهش بأنه هيرودوس كان يعتقد بأن يسوع بشكل خطورة على حياته بشكل خطورة هذا الطفل بشكل خطورة على نوعية الحياة اللي هو عيشها هل أنت هيك حاسس كمان؟ حاسس بأنه إذا يسوع فات على قلبك في إشا كتير أنت ما بقى فيك تعملها أنا أسألك سؤال إذا يسوع فات على بيتك ما بدول على قلبك البيت بيضل مثل ما هو؟ أو في بعض القصص بتشيله؟ قليلة بأنه في ناس ما بتقتلوا عملياً لكن تقتلوا من حياتها لأنه بالنسبة لقالهم يسوع بشكل خطورة بالنسبة لناس مثل الفرسيين سمعني السنين عديدة بيدرسوا عن يسوع وبيدرسوا عن مجيء يسوع وبيدرسوا عن حكم يسوع لكن سمعني الحقيقة مش بتوقعين أنه يسوع يزي بزكريا طالح حول منك في شي ناس تعرفهم قلتلك هذا أكتر وقت بالعالم ناس تنتحر من الوحدة من الكئابة من الأحباط حسوا بأنه العيد وأنه ما بعيدوا به السحر الحزن في كتير ناس بتكون فرحانة وفي كتير أشخاص بحل علي الحزن لكن هل أنت اليوم رح تكون مثل حني سبب رجاء لكتير ناس اللي هم بيدوروا تلهم وابقا تدوروا كتير عندي جواب لألكم اسمه يسوع المسيح